يقول الله سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أكثر الناس يفهم هذه الآية ويرددها في حالة الزواج بأن الرجل الطيب للمرأة الطيبة والرجل الخبيث للمرأة الخبيثة هذا مفهوم جدا خاطئ يقع فيه أكثر الناس بل هذه الآية لها معنى آخر فسرة كثير من أهل العلم هذه الآية لا علاقة لها بالزواج أبدا والدليل أن فرعون وهو أخبث الناس كانت امرأتها طيبة وهي آسي رضي الله عنها وذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونوح ولوط عليهما السلام وهما من أنبياء الله كانت زوجاتهما كل منهما خبيثتان وقال لهما الله سبحانه وتعالى أدخلاء النار مع الداخلين والتصحيح أن هذه الآية ذكرت في صورة النور بعد حادثة الإفك التي رميت بها أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه رماها المنافقون بالزور والباطل فأنزل الله تعالى براءتها في القرآن الكريم يتلى إلى يوم القيامة قال تعالى بعدما ذكر هذه الحادثة أي حادثة الإفك يعني الخبيثون للخبيثات الخبيثات من الأعمال والأقوال والأفعال لا تصدر إلا من الخبيثين من المنافقين فالخبث الذي قالوه عن السيدة عائشة رضي الله عنها لا يقولها إلا الخبيثون من المنافقين وأولهم عبد الله بن أبي بن سلول زعيمهم الذي رمى السيدة عائشة بالزنا وهي العفيفة المحصن خبيثون للخبيثات يعني الخبيثون من الناس لا يتوقع منهم إلا الخبيثات من الأعمال والأقوال والطيبات من الأعمال لا يصدر إلا من الطيبين من الناس والطيبون من الناس لا يصدر منهم إلا الطيبات من الأعمال والأقوال وفي آخر هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم أي هم الطيبون لذلك برأهم الله من فوق سبع سماوات من إشاعة المنافقين لذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد أن برأها إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون هذا هو المعنى الصحيح لتفسير هذه الآية والله سبحانه وتعالى أعلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقا في الدين